هلا شباب اليوم راح نلعب توقع صورة اليوتيوبر زي ما تشوفون قدامكم راح تطلع لصور اليوتيوبرز وتيجي ان تحدد اليوتيوبر لتبغاه وتبدأ اسئلة نفس فكرة توقع البخاخ تحاول تقلص عدد لوح اليوتيوبرز لين توصل اليوتيوبر اللي حددها خصمك وإذا جبت صاح راح تفوت الراوند الأول راح يكون اليوتيوبرز الراوند الثاني راح يكون الأطعمة اللي قدامكم والله يعينكم على الجوع لأنه فيه أشياء مرة شهية والرامد الثالث والأخير راح يكون عن الحيوانات اللي يكرمكم إن شاء الله تستمتعون بالمقطع هذا مشاهدوا منتع الجميع لا تقصرون منعب اللايكات نبغى نوصل مقطع هذا أكبر عدد من اللايكات بإذن الله الحلقة الجاية راح نجيبكم اليوتيوبر ما قد صورنا معه من قبل اكتبونا في كومنتات مين تتوقعنا مشاهدوا منتع الجميع سلوم بجلتكن يوم بقشك فيها سلوم ما جهزت متاع تصور أنا والله شلخ مرح طيبين أنا معاصل بسم الله ندخل لا خش على يمين الأحمر طيب يا جماعة الآن لغة يخيرك عربي وإنجليزي طبعا للي يصمم ما بهذا عز الله يعطيه العافية راح تحصون قناة بالدسكريبشن خلونا تقلط على العربي إذا تخلنا على العربي يقول لك اختار نوع اللعب عندنا ذات أنواع يوتيوبرز عرب وأطعمة وحيوانات فرح نبدأ إن شاء الله ونلعب كل الأنواع هذه خلونا نبدأ بليوتيوبرز العرب بسم الله الرحمن الرحيم خلونا نطلح أكتبون الغلال حماس أقسم بالله رهيب والله مرهيب أقسم بالله يا رهيب ما توقعته بيطلع بهذا الشكل عزة عزة حط نفسه بينه وبين منذر لا المهرج بين منذر لا رجال رجال مصمم ما بهذا طبعا حاط كل اليوتيوبرز هنا أو أغلبهم ما مستحيل كلهم لأن ما شاء الله يوتيوبرز العرب واجد فيه يوتيوبرز كثير هنا رح نحدد كالعادة أنا أحدد اسم وسألوهم أحدد اسم طب يا جماعة خلونا نبدأ ونختار فيه يوتيوبرز واجد حمان سيد عمر فاروق توبز ياسر مخمودي أبو عبير كل اليوتيوبر واجد هنا يوتيوبرز واجد في بعض اليوتيوبرز ما هو بقيمرز يعني زي عمر فاروق ترى ما هو بقيمر ممم حمان أنا فاروق ياسر مخمودي أبو عبير ألا والله توقعون يعني لو اخترت هل رأيان بفكر أنا أختار نفسي والله أنا ما أدري وفيه برضه يوتيوبرز ما هو بقيمرز فتحس لو أسأل عن هل هذا اليوتيوبر قيمر إذ قال لا خلاص ما فيه لا عمر فاروق الظاهر صديقان أي والله البقين كلهم ينزلون جايمينج طيب مين أختار والله سلوهم وجد مين أختار مين أختار مين أختار مين أختار والله الله يشوف يعني والله ما يختار طيب 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 أوكي شوف يا جماعة أختار أختار واحد كذي شخطح مين مين ولا صدق والله ما أدري ما يختار أختار اسمع اسمع أختار فيرفل ليش لأنني أنا بابتأس على سؤال بأقول هل هذا الشخص موجود في بور إذا سألت السؤال خلاص ما يرجع يعيد ما يرجع يعيد لنفس السؤال أختار فيرفل تمام يلا نجي هنا يا جماعة ونروح نختار فيرفل هذا فيرفل بسم الله خلاص الحين رح تيجي الصورة على فيرفل والله كل يوتيبر مجيدي ما شاء الله تبارك الرحمن بل بينكم قاعد أفكر بيتو برين يا ياسر مخي يا ملزلز لالحين الحمد للتساعات أتوقع بيجيب على طول لكن ما أبغى أختاره راكان أزيز أبو عمر فيرفل يجي أبو عابد شونج أكي أخر شي حاط نفسك قدام تعزه مشكلة حاطيني وراء مشكلة أنا ودي أختار ياسر مخ لن ما أدل ما أدلش بيصير بيت شوي بس غالبا بيكون أسئلة أوكي لو سألني إنه فريق ولا مفريق هل هو يدري أنه أتوقع بختار ياسر مخ صراحة فنرجع هنا أوكي انتراكت ياسر مخ أوكي رقم 24 يا أساتي شو ما كيف والله الجودة رهيبة والله ديم ألو أهلا خلاص إي جاي الحين يجي قدام يا بي صراح خلاص جاك الشخص ها اسمه وصورته نعم طيب يا جماعة الحين منلحب حجر ورقم قص من يسأل أول وللعلم إذا سألت سؤال أنا سلوم ما يعيد يسأله ونفس الشي أو العكس صحيح إذا سلوم سأل سؤال أنا ما أسأله طيب يلا بسم الله في الواقع ها سلوم حجر ورقم قص أوكي 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 حجر ورقم قص ماذا حطيت ورقة لا حطي الحجر أسمي الله طيب سأله أسألني السؤال الأول بسم الله سؤال الأول هل شخص لابس نظارة في السورة ووووو يأسها ووووو اشرح والله بطير واجد والله بطير واجد أسأل له مبروك الفوز مبروك الفوز Mc auf إيه لابس نظارة أوكي يعني الهنا here أوت أطلق على الأشخاص اللي ما لابس نظارة هذا هذي الطريقة صح اي طير أي واحد ما لبس نظارة والله سؤالك سلوم أسطوري ما شاء الله لا 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 سلوم صار أنا ما توقعتني يا رجال صار عنده خبرة من أيام توقع البخاخ أوكي أي والله العظيم حققت البخاخ فددني صراحة أوكي يوسو ما بقي شيء ما بقي شيء أقول لك كلهم كلهم ما لبسوا نظرات اللابسين نظرات أربعة خمسة بس أوكي لا 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 أوكي هنا بعدين آخر شيء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يعني بقيي الان حين واحد اثنين ثلاثة أربعة واو خمسة ستة لا سبعة واو سبعة 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 أشخاص مجمعها فقالة ما أدري هي ثمانية عشرين ولا كم أتوقع ثمانية عشرين أربعة لا ثلاثين بار ثلاثين ثلاثين أوكي أوكي شوف سلوم السؤال أي سؤال بسأل الحين بيطلع يفشل مقارنة بسؤالك ما شاء الله طيب السؤال يا سلوم هل هذا اليوتيوبر من قروب باور ايه 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 اوه اقسم بالله اني اقوله نفسي قبل شوي انه بيقول هذا السؤال أول شي والله والله سعال السؤال تدري لو انك قاين لا ببقي يواجد لكن الحين لا اي واحد بطير اي واحد ما هو موجود في باور خلونا نشيل كل الشباب اللي ما هم موجودين في باور حاليا بيبقى قليل مرة والله مرة قليل اي واحد مو موجود في باور حتى الآن يا جماعة يعني ممكن تشوفون المقطع هذا بعدين وفي واحد من اليوتيوبرز دخل مع باور حنا ما ندري الى الآن يعني ببقي بس الشباب اللي موجودين في باور اوكي يو سلام سلام باقي خمسة بس الله سؤالي سطوري يلا عطني سؤالك السؤال هو هل الشخص سعودي هل الشخص سعودي سعودي الجنسية طب لو اني انا ما يمتأكد بس بناء على كلامه على لهجته كيف لهجته يعني هو يتكلم سعودي مرة بس ما ادري وش اصلا يمكننا ما هو سعودي مستحيل ما تهرف اصلا اي بسعودي سعودي سعودي خلص فكت انه سعودي انا قلت لك بناء على سوالي اه سعودي سعودي خلص ما عليك من كلامي سعودي شعودي انا قلت لك سعودي يعني طير اي واحد غير سعودي ما في اللي بظهر اثنين من البحرين صح يب طيرت عمر فاروق واخوه حمان صح يب وابو فلح ترى هو سعودي بس انا يقال لي انا استغربت توقعت انك قاد تسوي ذالشي كده تقطق ما ادري خو سعودي بش اللي ما ادري كده ما تدري طيب بقي لك اربعة ها طيب سؤالي لك يا سلوم انا بقي لي حاليا خمس صور حلو 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 عندي سؤال يا بيطير ثلاثة يا بيبقي ثلاثة عفون يا يطير ثلاثة يا يبقي اثنين سلوم هل الشخص اللي انت اخترته في الصورة ها في الصورة اوكي مبين شعار باور سواء كان خلفه او بالتيشيرت مبين شعار باور ايه لا ايه مبين شعار باور ايه اوكي يعني نطير مودي الأسمر نطير أحمد شو بقي لنا ثلاثة شخاص يا جماح يا الله سلت طبعا لحي سألك لن تشوف قدرت توقع صح الان تقدر تتوقع تقدر تسوي قس اسمع انا ودي انك تقول لي ريال انا قدامي فلان فلان وفلان وفلان وبتوقع كيف وعدو بكيفك تبغى تتوقع وتسأل بكيفك بس قل لي مين بقالك باقي لي فيرفل أب عابد وأنا وفرس حولو طيب أنا باقي لي فيرفل ياسر مخ وشونغ فيرفل ياسر مخ وشونغ وشونغ بونغ ايه بتبغى بكيفك تبغى تتوقع تبغى تسأل اللي رايحك طيب هل يا الله ما ديش اسأل يا يال تدرون لو سألت لو سألت واحد مستحيل أشيل فوق الواحد مستحيل آخ يا ريان لا أخذ بيسك أنا غلط ومخترت واحد فريق خلال غلط يالله اسأل والله ما ديش اسأل يا ريان هل الشخص في اللبس حقه فيه لون أسود هل الشخص في اللبس حقه فيه لون أسود نعم لون مو بكتابة لون كده اي اي تشيرت تشيرت تضمن لون أسود تشيرت طيب يضمن لون أسود أوكي أسأل طيرت أحد ولا لا واحد اثنين من بقي لك بسرعة روح بقي ريل فراس وفيرفل يعني أنت نفترض أنك ما طيرت حقي بقي لك نسبة 50-50 طيب شوفوا شباب لو أسأل الحين أنا غلطان أبأسأل وبطير بعدين هو بيكون عنده نسبة 50-50 طيب سلوم مستحيل أسألك لازم أتوقع لازم أتوقع لازم أتوقع طبعني توقعت لا يروح علي الدور على طويل يروحي سلوم طيب سلوم هل اليوتيوبر يا ربي يا الله أنا محتر بيثنين أحس هذا وهذا يعني يا 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 لأنه ما توقع أنها طيب سلوم هل اليوتيوبر أنا بتوقع بتوقع أنا بقي لي يا سلوم بقي لي ثلاثة يوتيوبر كلهم من بوور عندك ياسر مخ وشونج بونج اليوتيوبر اللي أتوقع أنك اخترته ياسر مخ غلط عليك لا يقطع في الغبنة أمزح صحي اللي عملي يزكي شيف صح كيف جبته كيف صح لاتس جو لاتس جو الحمد لله كيف توقعت يا سر كيف ما أدري ما أدري والله العظيم نسبة 33.3 خلال أين أجيبها و جبتها مرية عندي هنا في الماب قعدت شوف أنت والله أنا ما أشوف والله سلبت مقلبني صدق والله يا سلمخ والله إنه ياسر مخ والله أنا أتوقع اليوتيوبر اللي عندك في رأس صح أصبر خمفت هذه عشان تأكد انت مقلبني اللا لا اللي والله ياسر مخ اللي عندك في رأس صح تعال شف تعال شف عن شوف تعال شوف باست فيير فول أقسم بالله يا ريان أني كنت بختار ريل في راس يعني لو جاءت فقرة حقتي أختار ريل في راس من مختار فيرفول ليه تدل ليه لأنني اختار واحد من بور قلت مستحيل يختار واحد من بور هو سبحان الله كمنا اخترنا من بور ليه والله ما أدري كيف أنا خليت ياسم وخلن توقعت أنك متابع عارفة صراحة أو متابع يعني حاطة في ذلك أبدا أي أنا عشاك كذا قلت فيرفول أنا اخترتها فممكن تسلم ما يختارها أحسن واضح فياسم وخي يبغي بعد الشبهات وجاءت صح طيب يا جماعة نشوفكم في الراوند اللي جاي أوكي جماعة جيناكم في الراوند الثاني الآن سألوهم قل نروح أطعمه أوكي بسم الله الرحمن الرحيم أوكي خلابي والله جاءت طيب أنا والله جاءت أنا ناكل قبشي سناكس كذا بسيط معنا لك جاءت طيب اسمع أنا أقول ما يحتاج نحط ميوت حدد من الآن حدد أوكي أنا حدد لا أنا أبغى أنت كيف حددت حددتني الشي حقي دقيقة والله في أسئلة كثيرة أقدر أجيبها طيب نختار خلني أشوفها كلها بس اختار نختار اخترت بس أصبر لازم أضغط على ذا حدد وين 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 أيو هذا يالله يالله طيب نلعب حجر ورقص كل عادي بسم الله حجر ورقص مقص أنا مقص بعد حجر ورقص مقص حطيت حجر أناس الأول سلوم هل الأكلة حقتك تعتبر سويت حلا والله العظيم نحاط في بالي ذا السؤال هذا السؤال ليه يا أخي ليه إيه لا بسرعة لا ما هو سويت ما هو حلا لا ما هو حلا ما هو حلا أوكي نشيل كل الحلا اللي هنا تصدق والله ما توقعني بشي الواجد يعني براوني والله اشتهيت اقسم بله اشتهيت الأكل حسب يا الله على أبليسك يا عزة والله انك جوعتنا والله جاهدت صور جامدة طيب يا الله عطم سؤالك يا الله عطم سؤالك هل الأكلة تعتبر أكلة رئيسية أم أطباق جانبية أطباق جانبية شك لأن ما دي سؤالك ترى غريب شوي أكلة رئيسية ولا تعتبر طبق لو ترح مطعم هل تعتبر طبق جانبي إذا حلت طبق جانبي طبق جانبي أوكي أسأل خلصت بس بأطلق على صحيح صحيح أنت قلت لي طبق جانبي صح طبق جانبي حلو سؤالك تصدق حلو سؤالك أوكي والله كثير بس انتبه في مفارقات في ناس مثلا يعتبرون تاكو طبق جانبي ما هو أساسي انتبه برضو التاكو وفي ناس يعتبرون الطبق أساسي انتبه يعني الجانبي زي الفرايز عرفت الجانبي أي شي يعتبر زي سمبوس زي كذا فهمت هذي تعتبر جانبي صحيح طيب شيل هذا شيل هذا هذا تدرون والله هذا مدرون شو يمكن شكله مختلف عن ما أدري إذا هذا حلاء ولا لا بس أتوقع أنه حلاء بس بخلي بعدين بخلي بعدين أنا خايف أن أشير شي يطلع لا والله أن فيه ذا إذا أنت قلت التاكو والفلافل ما هي تعتبر طبق رئيسية وجانبية في نفس الوقت صحيح فهمت قصدك أنها ممكن تكون ذا طري طيرت بالغلط لعب على السيف سايد أنا أعب على السيف سايد يلا هللست يلا سؤالي ها مشبك هذا جلابي ما أعرف والله أنا ما أعرف دعنا نكتب عزة بلاقي اكتب في الشات شات الدسكورد الجلابي أو جلابي ومشبك توقع أن حال هذا جلابي ما أعرف جلابي أو مشبك حالة هندي سلوم هذا حالة هندي قل أعرفت أعرفت أبطيرة لأن سلوم ليس بحالة حقه أسأل أسأل أصبر كما عندك واجد نظر أرقب فوق شوي تنظرني بهذا شوف أوكي واحد ثنتين ثلاثة أوكي يلا سلوم سؤالي لك هل الأكل حقتك تأكل بالملعقة حال السؤال كيف آه بسهل عليك الإجابة شوف زي مثلا الرز الكبسة في ناس يعcaют ملعقة في ناس يочеكلونها باليد هذا تعتبر إنها تأكلونها بالملعقة لكن زي البيتزا هذا حتميا لا يأكلها بالملعقة عمي هلنع قل شوكو أح obtained لا 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 كن حاطيت كبسه اسمع هي مع طؤكل بالملئعقة فأس mounts ما طيف에 معادتها أي شي بالملئعقة بشيرة أي شي بالملئعقة بشيرة خياري يا ريديك كنت اللي توقعتها نفس توقك ce عالله ما أدري بروستدلا كرفلكس ملعقة نوي ديلز بعضم ممالبحت تجاج بالزبد سوشي بالله سؤالي خايص راح يتوضل لا والله سؤال كويس ما طير تواجد خنشوف ونغش كم عندك طيب ريال السؤال هو هل الصورة اللي قدامك حقية الأكلة فيها لون أحمر ولا لا دخلت بالألوان ها الله يشوف ما فيها سلايا يعني ايه ايه فيها أحمر فيها أحمر فيها أحمر روح معناتها اسمع شل أي شيء ما في أحمر عشان سهلها مو بتقول الفريم هذا محسوب لا 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 هو الأكلة نفسها فيها أحمر يا جماعة اسمعوني تكفوني إذا انتم قاعد تشوفوا في المقطع الآن أحيانا ها نفهي شوي نشيل بعض الأشياء بالغلط أنتم يرحموني سير سير طيب أوكي أنا فكر بسؤال هذا مدري مو بلون أحمر ذا لو حطيتها لبطقك أوكي قالو بقي ثراغة وات والله ها 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 يا صوت هذا الشياء فيها أحمر بس يب هذا الشياء بقى فيها أحمر غير اللي سألتها قبل أوكي طيب اسمع سؤالي لك هل عسني ضاعي خلاص تأكل الراوند لك طيب سلوم هل هذا الشيء اللي قدامك أو الأكل اللي قدامك تعتبر هنقول فطور تبغى يعني أقول لك أن تؤكل في الفطور ولا لا بس كذا ايه تؤكل في الفطور تؤكل في الفطور سؤالي خائز ايه ويت هو أدري أن الأكل يؤكل في كل مكان بس هو معروف عليه أن يؤكل في الفطور يؤكل في كل وقت ما لأ وقت حدد بس لا بس يعني هنقول نسبة اسمعني سلوم نسبة 80% يؤكل في الفطور النسبة الأكبر أنه في الفطور أوكي حلو 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 أتوقع سؤال حلو لأن هذا الشيء الوحي دي 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 ضحكت الشيطان خنشيل أي شيء ما يعتبر فطور يعني لازم توقع الحين نسمع يعني شوير ماء ما هو فطور بورقر ما هو فطور سبقت لي ما هو تؤكل بس 80% لا توقع يعني كورفليكس يعتبر فطور الممتاكو ما يعتبر فطور نودلز الله ما أقولك لا يعتبر فطور وش اللي مفطور أنا داري 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 نقيتس ما يعتبر فطور سنبوسة أنا اللي أقوله شيء معترف به أنه فطور ربيان لا كباب لا بروستد فطور لا سوشي مدري طيب باقي توقع تتوقع بكيفك الله يشوف والله شكل سؤالي أسطوري يا عيال ها روح يلا فلو سؤالك حشرني طيب أسح سألهم قل لي أنا عندي كيت وكيت وكيت بعد بكيفك تبقى تتوقع ولا لا قل لي وش عندي أنا عندي لزانيا وكباب فلو وسجق فلو شوف الكباب ما توقع أنك تختاره يا بين اللزانيا والسجق اللي هنقنا شوف لو أنها باستا كان اخترتها باستا أعرفك طيب بس أنه يا أخي نسبة 700 سجق الله أنا ما أدني عطني إجابة لا تقول 700 عطني إجابة ولا أسأل مش كالسؤال يا ساتري السؤال عندي سؤال بنهيك بس أنك بديك تتوقع كيفك كيفك شوف أنا بغامر يلا أعطني السؤال نعطي السؤال يا شو والله أنا ما أدني يا أخي خايف يسألني بعد شو يجيبه خلاص طيب عشان بس أريحك أنا أعرف إجابتك سواء أتوقع لأن أنا أعرف إجابتك لا تسأل لأني أنا بنهيك الراوند اللي بعده والله احتمال لزانيا أرو أخلص أخلص أنا بنهيك الراوند اللي بعده على طول لا توترني لا توترني يلا أنا أقول الله لزانيا غلط نصاط والله غلط طيب سلوم شلها خاص شلها شلتها شف سلوم بقي لي ثلاث أشياء سجق سوشي وفلافل جوابه هو فلافل صح صدق لا أمزح والله نصح لاتس جو لاتس جو ثاني مرة أفوز عليه لاتس جو سجق صحنت سلو سلو لا 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 ما نبس سجق ها بس قبل 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 اسمعني اسمعني سلو سلو والله يا يوم بقي لك ثلاثة مدري أربعة فقد تلمها لا كانت صفة كانت صفة كاملة سألت سؤال عرفت السؤال يسمونه السؤال المليارديري يا أني يبقي واحد يا أني يطير واحد وفعلا بقى واحد بسالفة الفطور أقسم بلهني أسطوري سلوه تعالي شفوا شو حقي يا شف والله أنا أبدعت بالفلافل شف كبكيك في أحمر في أحمر ليش تشيله في أحمر لا هذا هذا قبر شايله أنا ليش شايله فوشه قيل لك هل هو طبق رئيسي ولا لا جانبي كبكيك جانبي قيل لي جانبي قيل لك جانبي إيه أوكي يا جماعة جيناكم في الراوند الثالث والأخير راح نخش حيوانات بسم الله الرحمن الرحيم طيب سلوم المرة حط بيوت وخير روح نتناقش مع المشترك يلا أوكي يا جماعة الآن في عدة حيوانات أسد قطة ضبع صفور وغراب دجاجة فهد زرافة دب أرنب والله في حيوانات كثير ثور أحمار خروف باندة جمل نمر والله في حيوانات هامستر كندس أفعى سلحفا خلاص قررت بختار هامستر تمام قد نجي هنا أول نضغط انتراكت ونختار هامستر هذا الهامستر يا حليلة طيب فأنا أختار من الصف الأول لأن أصبر أبغى شي كده ما يقدر يجيبك السؤال أوكي يعني مثلا هل هو من الزواحف أهمتوا الفكرة يكون هنا زواحف هنا زواحف هنا زواحف زواحف الأول هنا أربعة خمسة بقي خمسة بس يتمر من الزواحف أو لا هذا سؤال أسطوري يعني عشان كده ما نختاره يكون صعب نعد الطيور أوكي واحد اثنين ثلاثة ثلاثة طيور يعني عندنا زواحف عندنا طيور ثلاثة طيور خمسة زواحف يعني لازم نختار شيء بعيد عنهم في الضبع كويس وجاجح كويس لا والله هذا تعتبرون طيور يعني أربع أختار ضريلا أنا ودي أختار الضبع صراحة لكن أختار ضريلا أوكي طيب أنا جاهز بسم الله يلا بسم الله حجر مقص ها يلا بسم الله يلا حاجر ورقة مقص شو حطيت؟ مقص حطيت ورقة لا يلا رحيس للحاسوب يلا حيث ما شو سؤال الأول أنا مجهز الأسرة ترى حولو هل هو من الزواحف؟ لا حولو لقى ما رح طير للاثنين لا لحاسب هو مبشر كي زواحف زحفاشن زحفاشن كانت قول الزحف الأول الزحف ثاني طيب وينهم وينهم وين راحة واختفوا أوكي هذا 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 قلنا كده خلاص واني مادري بس أوكي سأل السؤال يا سلوم هل الحيوان هذا يشبه لك أمزح أمزح حلو أنت مو بيشبه لك شخص صنا طيب طيب هل هذا الحيوان من أكلة اللحوم وعني ذا لها ينو واسي ما في ناسي والله ريهم ما دري شو ما تدري يتغذي يأكل لحم حلو يعني يأكلت لحم يأكل لحم ايه يأكل لحم ايه كيف خليتك تل لخمسة مرة طيب السؤال الثاني أصبر أصبر خلني طير الله يا أخي بليسك وش طير ما أطير لا وش اتنين والله واجد أنت قلت أنه يأكل لحم ها اي حيوان ما يأكل لحم واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة والله رياني أخافي تابعة والله ما أدري عنك سابعة أصبر ثمانية تسعة عشرة دعش نعش خلصت أصبر شوف شوف جماعة أنا أدري أن بعض الحيوانات هنا مبمن أكلت اللحوم لكن سلوهم لخبطني فقلت يمكن يمكن بعضهم يعني يأكلون تونة هذا لحم يعني يعني فهمتوا كيف فخليهم خليهم هنا ما يأكل لحم هذا بس يلا خن طهيرة يلا أوكي يلا سلوهم سؤال الثاني هذا ما يأكل لحم يلا ها هل هو من الطيور لا هل هو من الطيور سألتني كل شيء زواحب لا طيور لا بقي الثالثة نسيتها شرايك بحيث جهز الثالثة دقيقة نحس أنك من مختار هذا الحيوان هذا هذا ليس من أكلت اللحوم ساكين يلا يلا اسأل اسأل لا يمحل سلوهم يعني شوفوا س البتالزواحب لم يستطيع الأسئل لأنها سلوهم قد سألها اوف 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 عندي سؤال يا ببقي واحد يا يطير واحد سنة يخوف الموضوع طير واحد يبقي واحد كيف ايه يا انه يبقي هو او انه يطيرهم كله فهمت شي زي كده اوكي اوكي اسأل بس لا لا ما ودي ما ودي لا اسأل يا رجال هو اللي يضبطك فطور اللي قبل شيء في الفطور والله الفطور مشت معي مرة اوه طيب اسمع اسمنا سلم سؤالي هو هل وهذا سؤال في الصورة نفسها ما هو سؤال علمي سؤال في الصورة فقط الصورة المأخوذة هل اطراف اليدين يعني الرجولة ويدينه هل اطراف اليدين موجودة في الصورة اطراف اليدين يعني ممكن نص يدها بس اطرافها المخالب او احيانا الهمت طالعة يدينه كلها الذراع واليد او عفوا الساق والرجل كلها طالعة اطرافها طالعة ولا لا اصبر اطرافها طالعة ولا لا بس اسمع اذا كان مقصوص نص اطرافها لا أنت قصتك هل هو في الفريم ولا لا طالع كله بالفريم يعني أطرافه ما هي مقصوصة يعيال واحد هذا مقصوص هذا مقصوص هذا مقصوص هذا الأسد مقصوص عشان ما أجد تسلم هذا ما هو مقصوص أطرافه ما موجودة هذا ما موجودة أطرافه هذا باقي للذيل بس بخليه يعيال ما بقالي الأربعة بس سلوه أعطي سؤالك الله ما تشسر الله ما تشسر والله شب أنا في البالي كنت أقول أوه يمكن يختار من الطيور بس طلعت زيت فكيري يعني ما اخترت لا طيور ولا زواحف يا الزواحف طيب هل هو حيوان مفترس أنا سألتك يا الغالي أنني قلت مفترس قلت أكل لحوم قلت من أكلت اللحوم بس يلا بجاوب عني لا ما هو مفترس ما هو مفترس ما هو مفترس وبيشيل عنك واجد تظهر يعني أشيل مفترس أوكي أنا سألت عن أكلت اللحوم اي ما بعدها قلت مفترس بس أنه يخاربه مش قاعدة روح 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 طيب يلا شيل أي واحد مفترس هذا عني ما أدري هذا يعتبر ولا لا نشيل ذا ونشيل هذا هذا أو والله بقي كثير تقول لي ذا بقي ثنائش كل ذول ثنائش غير مفترسين ايه واو طيب شفهم أنا بقي شفهم هذا ما أدري في كم واحد يعني ما أدري هل هو زي غريلا زي الفيل ما تدري هم مفترسين ما يعتبر مفترسين صح معي تفسي زي الفهد الأسد وكذا هم بس أجاوك يلا طيب سلوم شوف الدب ترى من أكلة اللحوم فمفروض أني أشيله أنا حاول أني يعني أعصف الذهني دب أكلة اللحوم هذا ما طلعت أطرافها كلها فهو يا العقرب ركز ايديتر ركز على وجه سلوم يا العقرب يا الغريلا طيب سؤال حلو لا والله محلو السؤال استغني بس أسأل سلوم هل الحيوان هذا يعني بعض الفصائل منه يسمم لا سلوم لا تلعب علي بعض الفصائل لا يعني بعض الأنواع من من نفس الحيوان اللي طالع قدامي لا يسممون لا لا أوكي معناته مو بالعقرب أكيد الغريلا لأن ذوالي ما توقع يا الله سلوم أعطني سؤالك طيب حس أنك بتختار ذا هذا هذا بقى أرسق الشاشة في هذا حسنا لا حس كذا بتأخذ من وراء بطي يعني كذا من شرون أنا ليش مسألت هل هو متوحش مدري هل هو مفترس ليش مسألت هل هو أليف هي هي لا في أليف كيف أليف يعني ربه في البيت سيزي كذا والله سؤال اسأل والله سؤال حلو والله هل هو يربه في البيت اي نعم أوكي يلا أبغى فوزك تقفى سلوم لذي قالك توقع ثنين بس صح؟ هذا عندنا لا أوكي لا والله كثير كم بقي لك أربعة أربعة وشي علمني وشي حامستر والكلب والأرنب ليش قلت كلب القطوة القطوة طيب سؤالي أحسني ما ودي أجاوب ودي أطلع كذا فأطول القيم يلا يلا سلوم طيب سلوم طيب فأطول القيم أسمع سلوم هل صورة مأخوذة على جنب ما هو من قدام يعني وجهها ما كان يتفرج قدام لا على جنب كذا ما أخذ على وضعية زاوية 45 فهمت مصور الحيوان هذا مصور على جنب والله يشوف نوعا ما مقدامه ترى يعتبر اللي عندك أنا عارفه نوعا ما على جنب نوعا ما على قدام كلها هيا يا جخاص خانطيل هذوي ما بقالي إلا واحد يلا راح طيب حدان نجيب عندك بعد الثقة هذه كلها حدان نجيب عندك لا أنت بتتوقع الحين اي والله نجبتها هناك شوف القطوة مستحيل لأنني قد ربيت انت قطوة منتما اختارها تلخمي الكلب الكلب منتما اختارها الله أنا ما أدري الله يا عيال أنا محتار بين هذا وهذا نسبة 25% أني يجيبها المشكلة وشو كل القستات قستات كل شك هتقول أنا كل التوقعات كل التوقعات اي كل القستات القبل جبت فيها العيد يعني حين لدي أربعة شوف أنا بقول سيري تختار شرايك يا سيري اختاري رقم من واحد إلى أربعة القطوة يا ريان غلط آآ وشو طيب أنا حين دوري أصبر وشو خلال ما بقال إلا واحد وشتد غوريلا صح اي صح الغوريلا لاتس جو الهامستر صح تعال شف تعال شف تعال شف ما قدر أضف تعال شف يعيال ثلاث رواندات ثلاث رواندات فست عليك هامستر هلو عندي صورت أقرب والله اني بختارة بس سيري جابت فيني العيد أقسم بالله ما في مشاهدة المقطع قناة تسلوهم بالدسكريبشن قالت عزة برضو بالدسكريبشن شوكم معاك إن شاء الله ترى المقطع الجاي بإذن الله بكون معي يوتيوبر إن شاء الله تمبسطنا أنا أول مرة بنصور معه عافية مع السلامة